خلي اليوم ده نطق يعني بداية عهد وانطلاقة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى أنا عرف قصص ناس كتيرة جدا جدا كان يوم عرفة ده بداية التوبة بتاعته بسبب الاعتكاف ما بين العصر والمغرب ونعرف ناس كتيرة جدا جدا يعني أنا عايز أقول لكم أن بداية عهدها مع ربنا يوم عرفة والدعاء يوم عرفة وناس كنت لا ترجوا منهم عارفين بقى المقولة اللي بتقول له أسلم حمر عمر لأسلم عمر هم كانوا كده عمر ما كنت تتصدق ولا تشوفها هي دي اللي مش عارفة ايه ولا لابسة ولا نسية تلبس ولا كذا بس راحت لربنا قفزت لله سبحانه وتعالى قفزت ذات إيمانية وتوبة وحفظ القرآن الله مبارك وأعرف من البنات شلة كانوا بايزين بيبوضكم بينزلوا مع بعض مش عايز أقول بيلبسوا ايه مش عايز أقول لكم بيلبسوا ايه ينزلوا مع بعض لابسين نفس الطاق ورجعين مش عارفة عاملين ايه ومش عارفة مسودين ايه مجموعة البنات دي مع بعض كانوا خار بينها باللافظ اللي أنا بقوله كده خار بينها وكانش حد بقدر عليهم وكانوا جامعة أمريكية وحاجة عظيمة كده وبعدين وبعدين ربنا تابع عليهم في يوم عرفة بسبب انهم جم حضروا درس يعني حضروا الدرس بعد صلاة الدور وقعدوا معنا لصلاة العصر طلعوا التمن بنات اللهم مبارك محجب ورافضوا يطلعوا من المسجد بدون حجاب رفضوا يطلعوا من باب المسجد بدون حجاب وبقنا نشوف كل واحدة تجيب الترحة ولا تجيب مش عارفة ايه طب قطة يا جميع روحوا اللي بيتها قريب تجيب كذا طب مش جيبة الدنيا هي جيبة ايه ده احنا عايزين نغطي الدنيا كلها وكانوا حتى مستحيين انخدش المسجد كده اخذوا تعالوا تعالوا المسجد ياخذ كلها على تعالوا تابوا يوم عرفة وحسنت توبتهم والله مبارك دلوقتي مين منهم لسه يعني معمول لها حفلة ختم القرآن لسه السنة اللي فاتت ختم القرآن معها جزء حفظ ربنا بيقبل ربنا بيقبل والله لو كنت عامل زنوب الدنيا لو كنت عامل السبع الموبقات كلهم كلهم ربنا بيقبل وبيغفر وبيتوب على العاب واللي يقول لك كده هو له ملكش دعا ملكش دعا واربنا هيتوب علي واللي ييجي يقسك ويقول لك ده انت كذا وانت كذا هو له ملكش دعا عشان في ربنا مش كده قول كده وانا شفت حد من الناس جبروت بمعنى الكلمة اللي بقولها لكم دي جبروت في الظلم وفي البطش وفي مش عايز اقول لكم كان عامل زي الشخصية دي ويعني أصابوا الله عز وجل بمرض كذا ما كان لقاش جنبه إلا الصالحين مات وساجد وأول ساجدة يسجدها لله وأول صلاة يصليها لله ولا عيدنا اللي كان بيصلي ولا بينيل مات ساجد الأمر ده يعني الواحد والله أي مات هزة هزة جمدة جدا يا يا رب يا يا رب ده يا الله طيب الله رحيم الله ودود ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم تاب الراجل ومات ساجد بالأجهزة اللي كانت عليه بالبتاع ما تساجد الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عنها محدش يأسكم من ربنا ولا حد يقولك كذا ده فلانا دي اللي كانت وكان يا سكانت وربنا تابع عليها ده فلانا دي اللي مش عارفة كانت إيه ولا فلان ده اللي كان بيشرب ولا فلان منتما ربنا تابع عليها وحسن الإسلام وحسن الإسلام أتعيروني ويقولك كده في المكان الصحابة في المكان يتوب تعيرونا بأيام الشرب مش عارف إيه وأيام إيه وأيام إيه والله تاب الله علينا وحسن الإسلام يا جب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها هو حد يقاسكو بكرة من ربنا أبدا ياللي بعيد عن ربنا ما تيقاس تعال تعالى وتوب وخليك فرحة بالله نفضل كل سنة بنجادل ونقول ده ليلة القدر ما عرفش يوم إيه وليلة القدر إيه والكلام ده ونبقاش محدش متأكد لا تات عشرين لك خمسة وعشرين ما جاتش إمتى بالزبط والواحد بيكتهد في العشرة فعلا عشان ليلة القدر يمكن الله سبحانه وتعالى يعطينا صحابة يا رب الله وما أمين لكن انت عندك أيام من معلمات عندك يوم عارفة ده معلومة هو ومعروف ومحدد ايه الحجة بتاعتنا جماعة ملناش حجة والله ملناش حجة عشان خطري اوعى الضياع بكرة اوعى تنشغل ولا يخونك تقدير الوقت ولا ما يبقاش عندك قصة السنة ما عنديش وقت الفراغ ايه ده الجنة فراغ ايه ده خيري الدنيا والآخرة ده اللي عايز من خير الدنيا ورز الدنيا بيعطيه بصوا لا مشاوير ولا ارتباطات ولا الكلام ده ولا نازلين تعمل شوبنج ولا الكلام ده ابدا يوم الخميس انا عندي بصوا اجتماع خاص مع ربنا سبحانه وتعالى مو اغلق بين يوم ما بين ربنا سبحانه وتعالى ملناش طالع ملناش طالع ايه لما ربنا يرد عنه ويغفر لي خلاص